مع ابنها في سلام وينضم إلينا من لندن الناشطة السياسية السورية عمار وقاف ومن القاهرة عضو المكتب التنفيذي بتيار التغيير الوطني وحيد سقر مرحبا بضيفية الكريمين أبدأ معك أستاذ عمار في لندن يعني في الوقت الذي يبحث فيه الوزراء العرب وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية عن سبل لحل الأزمة السياسيا ويبحثون عن دعم لمؤتمر جينيف 2 المقترح تقرج الخارجية السورية وتقول لا يعني سوريا ما يصدر عن الجامعة العربية لأنها طرف في الاعتداء على الشعب السوري وعلى سوريا لماذا؟ بالتأكيد يعني أعتقد أن من يتابع ومن لديه القدرة حاليا أن يتابع أو أن يفرغ وقتا لبتابعة ما تقوم به الجامعة العربية بل ويوهم نفسه بعد ذلك بأنها هي تريد حلا سلميا أو سياسيا في سوريا فعلي أن يراجع حسابات وحقيقة أن الجامعة العربية منذ البداية كانت مطية لهذه الدولة أو تلك التي أرادت أن تتخلص من الحكومة السورية التي يريدها غالبية الشعب السوري هذا بداية يعني الجامعة العربية هي تريد الآن حلا سياسيا هي أكادت أن تذهب إلى الأمم المتحدة لكي تسقط الاعتراف بالحكومة السورية وتعترف بالإتلاف الذين هم عبارة عن موظفون يعني يتقاضون الراتب من هذه الدولة أو تلك بدلا من الحكومة التي يعني يريدها الغالبية الناس في سوريا وهي تريد تسليح المعارضة في سوريا وهي تريد مزيد من حمامات الدم في سوريا وهل هذه الجامعة العربية التي تفضلت بها للجامعة العربية جاءت منذ اليوم الأول للأزمة ألم تستنفذ الجامعة كل السبل مع النظام السوري من أجل حل سياسي لهذه الأزمة أنا لا أعتقد أن الجامعة العربية كانت منذ البداية واضحا بأنها هي تريد إيجاد حل في سوريا هي تريد قلب الحكم في سوريا هذا الذي كان واضحا للجميع لا أعتقد أنه عقلا يريد أن يقول والله أن الجامعة العربية كانت تريد حلا في سوريا يوقف إراقة الدماء على العكس تماما هي كانت تريد حلا وحيدا وهو يؤدي إلى قلب نظام الحكم في سوريا هذا ما تريده الجامعة العربية طيب أستاذ وحيد سقر مرحبا بك هل تتفق مع الأستاذ عمار في أن الجامعة العربية ربما عاجزة عن إيجاد هذه الحلول ومنحازة لطرف كما تفضل ضيفي في لندن يعني لكله نوجهة نظره لكنني أعيد تماما أن الجامعة العربية لو تعاملت مع القضية السورية والثورة السورية كما تعاملت مع الثورة في ليبيا لكانت اختلفت المعايير منذ الشهور الأولى للثورة في سوريا لو قامت الجامعة العربية بتحويل الملف وتدويله إلى مجلس الأمن كما فعلوا مع الملف الليبي لكنا وفرنا كثيرا من الدماء أنا متأكد أن هناك تواطئ مع الجامعة العربية لكن التواطئ لي صالح النظام وليس لي صالح السورة يعني هذا المضحك نحن لا نستطيع أن نقول أن الجامعة العربية هي تتعاطى مع السورة وتتعاطى مع المعارضة وتعطيهم حقوقهم وهي معنها الأزمة في سوريا على العكس تماما هي أعطت فرصة للداب بواحد والداب باثنين والأخضر الإبراهيمي والأخضر الإبراهيمي ومن ثم جنيف واحد وجمه جنيف اثنين ومن ثم تبادل القسمة بين تركيا وبين قطر للتشكيل المجلس يعني نحن نعي تماما الإسبوع الماضي كانت القصير محاصرة وكان هناك خلاف في إسطنبول دام عشرة أيام لتوسيع المجلس أو لتوسيع الائتلاف يعني نعي تماما أن المعايير التي تعيشها سوريا تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الجامعة العربية هناك تخازل عربي وتخازل دولي بكل ما تعني كلمة تخازل ولولا التخازل الدولي والتخازل العربي معه لما استدامت الأزمة في سوريا الأزمة في سوريا لم تعد ثورة في حزب الآن أصبحت حرب دينية بامتياز أصبحت حرب دينية في المنطقة يعني نحن لا نستطيع أن نقول أن انتصار حزب الله في القصير أو استرائه على جزء منها هو انتهاء للأزمة على العكس تماما أنا أتوقع هناك توسيع لإطار الأزمة في المنطقة كاملة هذا ما يريده قادة الجامعة العربية وهذا ما يريده النظام طيب أنت أستاذ وحيد أتيت أتيت أستاذ وحيد على ذكر ما جرى اليوم في القصير سأخذ الأول يعني أولا سأخذ وجهة نظر ضيفي عمار وقافي في لندن أستاذ عمار يعني ما هي التبعات السياسية من وجهة نظرك والاستراتيجية لما جرى في القصير من وجهة نظرك شكرا يعني بداية نحن أفقنا اليوم على زغاريد أمهات الشهداء في سوريا والله أن القصير أعيدت إلى حضن الوطن حقيقة أن يستطيع أن يستفيد كثيرا في شرح معاني ما حدث والآلية التي حدثت فيها لكن أنا أود خلافا لذلك أن أتوجه إلى من بقي لديه بضعة يعني من القدرة على المحاكمة العقلية من أخوتنا في السوريين الذين هم أخوتنا السوريين الذين هم على المقلب الآخر أقول لهم ما حدث اليوم في القصير ليس انتصار طرف على طرف وما سيحدث لاحقا إن شاء الله يعني ويقينا من انتصارات أخرى تحقيقها المؤسسات السورية وعلى رأسها الجيش السوري أنت نسيت قوات حزب الله يا أستاذ عمار أنت تبخث هذه القوات حقها سأعود إلى موضوع حزب الله لو سمحت لي أن أتم الرسالة أود أن أقول لهم أن ما حدث اليوم هو انتصار لشرعية الدولة للإطار الدولة الجامع الذي لن نرضى نحن كسوريين أن يأتي إطار آخر فوضوي وأن يحل محله ببساطة شديدة لكي نبدأ نبدي من تحت الصفر يجب أن نحافظ على هذا الإطار وما حدث اليوم هو انتصار لهذا الإطار الآن بالنسبة لمسألة حزب الله في العودة إلى سؤالك أنا حقيقة لا أعلم كثيرا ما هي المساهمة التي ساهم فيها حزب الله كما تحدث السيد الرئيس الجمهورية ليس لدى حزب الله الأعداد الكبيرة التي يظنها المرء لكي يزج بها بمعركة مثل القصير وليست لديه الأسلحة الثقيلة التي رأيناها اليوم والتي يمتلكها الجيش السوري وما نعلمه نحن عبر العقود الماضية هو أن الجيش السوري هو الذي يساهم في تسليح حزب الله وحماية حزب الله وليس العكس الآن أود أنا من السياسيين فقط لضيق الوقت يا أستاذ عمار سأعود إليك لكن لابد أن أتحول إلى الأستاذ وحيد سقرة هل هناك تهويل يا أستاذ وحيد في الدور الذي قامت به عناصر حزب الله في القصير على العكس هناك تعتيم الدور الذي قام به حزب الله ليس في القصير فحسب منذ بداية السورة كانت هناك أعلام حزب الله ترفع نكاية في درعة وعلى منازل من أهل درعة تدخل حزب الله ليس جديدا لكن التدخل الأخير كان هو غطاء واضح وفاضح وكان تمويل قوات حزب الله يأتي من ميناء طرطوس عبر خط تمويل والإمداد من قبل الأسطول الروسي وهذه المعلومات ليست افتراء هذه معلومات مؤكدة وأنا أحمل هيئة الأركان السورية عدم قدرتها على تسليح السوار في القصير هو ما جعل ميزان القوى يعود لصالح النظام ولصالح ميليشيات حزب الله لذلك أؤكد لك شحيح التسليح وقلة التسليح وتشفيف منابة التسليح يؤكد لك هناك مؤامرة لقلب موازين القوى ليعطوا لبشار الأسد ورقة أخرى ليكون أكثر قوة في التفاوض مع جنيف أنا فقط أوجه رسالة للسيد جورج صبرى أتمنى منه ومن كل الائتلاف أن يرفضوا جنيف جملة وتفصيلا نحن لسنا كالخراف نذهب إلى جنيف ليقوموا بإملاءات علينا أن نفعل ما نستطيع أن نفعله داخل في سوريا لا أن نذهب لنكون مطيطا لدولة هنا ودولة هناك لذلك أؤكد لك أن ما حدث في القصير سيعم وسترى تبعاته حتى إلى الضحية الجنوبية في لبنان هذا الرسالة إلى الحكومة يعني هنا أعتبرته انتصارا لكن اسمح لي أستاذ وحيد أستاذ عمار عفوا يعني تطهير منطقة حمص وريفيا هذا التعبير ليس من عندي بل من عند الرئيس السوري عندما زاره وفد لبناني وتحدث عن استراتيجيته المستقبلية تطهير منطقة حمص هل ما جرى اليوم في القصير وما يجري الآن يعزز التحليلات والتقارير التي تتحدث عن خيار الأسد في إنشاء دولة أو دويلة تمتد من دمشق إلى حمص إلى الساحل الشمالي خيار الحكومة السورية هو يعني الحفاظ على سوريا التي تمتد من درعا جنوبا إلى القامش لشمالا شرقا وغربا هذا خيار الدولة السورية حقيقة بالنسبة لعودة بغسك البسيط للمسألة الطائفية التي ذكرها ضيفكم يعني حقيقة وبالنسبة للتسليح أقول من يسلي حزب الله هو في سوريا وليست روسيا يعني الصواريخ التي أطلقها حزب الله على حيفا في العام 2006 كانت من صناعة مؤسسة معامل الدفاع في سوريا وليس في روسيا هذه بداية يعني ما أقوله أنا في هذا الشأن فيما يتعلق بالسياسيين الذين نسمع تصريحاتهم خصوصا سياسيين الائتلاف هؤلاء الذين ادعوا منذ البداية بأن حزب الله يقاتل هنا وحزب الله يقاتل في كل مكان حقيقة حزب الله لم يسقط له شهداء على ما نعلم إلا في اليومين الماضيين أو الأسبوعين الماضيين في القصير وإذا كان حزب الله هو بتلك الكفاءة لكي يستطيع إيمالة الكفة لصالح الجيش العربي السوري كما يقولون في القصير فهذا يعني بأنه لم يتدخر على الإطلاق في أي معركة أخرى خسرها الجيش السوري وفي أي مدينة أخرى على أساس أنهم حررواها وأقاموا فيها يعني عناصر الديمقراطية والأمان والاستقرار والاقتصادي والرفاه فحقيقة نحن على هؤلاء السياسيين بدل أن يقولوا ويفعلوا وهذا عليهم أن يواجهوا نفسهم ويواجهوا أولئك الذين أوهموهم بأن الأمور تجري بهذا الشكل الطائفي منه أول يوم حقيقة يعني حزب الله حرقت في سوريا من أول يوم على أساس أنه يحارب والحرس الثوري الإيراني يحارب وإلى ما هناك لكن حقيقة لم يدخل حزب الله إلا بعد أن ظلوا عامين يطبلون ويزمرون لدخوله طيب أستاذ وحيد يعني البعض يتحدث عن تشرذم المعارضة وعن قرارات سابقة للإئتلاف بعدم الذهاب إلى جينيف 2 عن خلافات داخلية عن تكالب على تقسيم المناصب هل كل ذلك ربما ساعد فيما جرى في القصير وربما سيؤدي إلى تكرار هذا السيناريو في مناطق أخرى تسمونها أنتم في المعارضة بالمناطق المحررة يعني أنا برأيي ليس هناك مناطق محررة إن لم يكن هناك حزر جوي وليس هناك مناطق آمينة إن لم يكن هناك ممرات عازلة وحزر جوي هذه كذبة يجب أن نعترف بها أما بما يخص الخلافات في المعارضة أنا أقولها وبكل مصداقية وأنا لست بالإئتلاف ولن أقبل أن أكون في الإئتلاف لأنني أعي تماما الإئتلاف خلقا كي يجلس على طاولة الحوار مع بشار الأسد وسيقبل ببقائه حتى 2014 وأنا لن أقبل أن أكون شريك في هذه المازلة هذا أولا أما من ناحية موضوع الخلافات وموضوع المعارضة أنا أؤكد لك حزب الله لم يدخل إلى الأراضي السورية مؤخرا تحديدا وبشكل علني إلا بغطاء أمريكي ودولي ولولا لم يكن هناك غطاء أمريكي ودولي لكانت قامة الدنيا ولم تقعد إذن هناك مؤامرة حقيقية يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي يعني كذبة حقوق الإنسان والناس الذين يقتلون هل هناك لديكم تقرير حقيقي أو دقيق كم سقطت ليلة أمس في الأقصير؟ هل لديكم أحصائيات كم سقطت من أطفال تحديدا لذلك أؤكد لك أن الموضوع أكبر من المعارضة وأكبر من السوار في الداخل الموضوع الآن صفة لعبة دولية يلعبون في المنطقة يلعبون في القرارات وبالمحصلة بشار الأسد المكث هذا العام لم يمكس العام القادم لكن ماذا بعد؟ ماذا بعد رحيل بشار الأسد؟ أين سنذهب؟ أين سنكون؟ لذلك أؤكد لك أن الشعب السوري مهما دفعه من تضحيات لن يقبل بالمد الفارسي أن يدخل سوريا لو عادت حرف عالمية ثالثة أؤكد لك أن السوريين مصممين وسترى غدا أن هناك أخبار جديدة أن كان في القصير وأن كان في لبنان فقط برسالة إلى الحكومة اللبنانية الشرعية أعتقدية تتحمل مسؤولية تجاوز حزب الله لما يسمى حكومة في لبنان لم يعد لدي وقت شكرا جزيلا لك أستاذ وحيد سقر عضو المكتب التنفيذي بتيار التغيير الوطني كنت معنا من القاهرة كما أشكر ضيفي النشط السياسي السوري في لندن الأستاذ عمار وقاف شكرا جزيلا لكم